وزارة التربية السورية الثالث الثانوي العلمي مادة علم الأحياء يغطي هذا التسجيل الوحدة الثانية الدرس الثالث عشر بعنوان التنامي الجنيني التعشيش والحمل تقديم مبادر الضوء بصوت المتطوعة سندس قنوس بداية الدرس سؤال كيف تشكل البيض الملقحة التي تعد خلية واحدة طفلا وزنه بين 3 إلى 4 كيلوغرام يمتلك جسمه تريليونات الخلايا المنظمة ضمن بناء معقدة عالية التخصص والتمايز ما العوامل التي تحدد اتجاه التطور الجنيني وتؤمن استمراريته؟ أحلل وأركب يمكن تقسيم عملية الحمل إلى ثلاث مراحل متكاملة مدة كل منها ثلاثة أشهر المرحلة الأولى مرحلة التطور الجنيني المبكر تبدأ بالانقسامات الخيطية وتنتهي بتشكل المشيمة والحبل السري وتظهر خلالها بداءات جميع أعضاء الأجهزة الرئيسية المرحلة الثانية تطور الأعضاء والأجهزة وتنتهي نهاية الشهر السادس إذ يأخذ الجنين شكل إنسان مكتمل المرحلة الثالثة نمو سريع للجنين فتصبح غالبية الأعضاء فعالة بشكل كامل وتنتهي بالولادة المرحلة الأولى لدينا شكل يمثل مراحل الانقسامات الخيطية التي تطرأ على البيضة الملقحة نلاحظ أنه عند الإخصاب تتشكل أول خلية في طور الانقسام في اليوم الأول من الإخصاب تتشكل خلية تان في اليوم الثاني أربع خلايا في اليوم الثالث ثمين خلايا في اليوم الرابع تتشكل التويتا في اليوم السادس تتشكل الكيساء الأرومية التي تتكون من الخالج إلى الداخل من أرومة مغذية قتلة خلوية داخلية وجوف مملوء بسائل ثم يحدث الانغراس ثم التعشيش بين اليومين السابع والعاشر من الإخصاب أولاً الانقسامات الخيطية تبدأ البيضة الملقحة بالانقسام الخيطي مباشرة بعد الإخصاب وبعد نحو ثلاثين ساعة تتشكل خلية سؤال ففي أي يوم تتشكل التويتا؟ الإجابة تتشكل التويتا في اليوم الرابع من الإخصاب سؤال أقارن بين حجم البيضة الملقحة أي الخلية الأولى وحجم التويتا الإجابة لهما الحجم ذاته سؤال هل رافق الانقسامات الخيطية حتى مرحلة التويتا؟ أي زيادة في الحجم؟ الإجابة لا سؤال من أين تتغذى الخلايا المنقسمة والتويتا؟ الإجابة تتغذى من مدخرات الخلية البيضية الثانوية ومفرزات القناة الناقلة للبيض تتحول التويتا إلى كيسة أرومية والتي تتألف من ألف خلايا الأرومة المغذية التي ستعطي بعض أغشية الجنين وتفرز أنظيمات تفكك المنطقة الشفيفة كما تزود المضغة الجنينية بالمواد المغذية با الكتلة الحلوية الداخلية التي ستقوم بتشكيل المضغة وتشكيل بعض الأغشية الملحقة بالمضغة جيم جوف الأرومة نهاية فقرة الانقسامات الخيطية ثانيا الإنغراس مراحل الإنغراس ألف وصول الكيسة الأرومية تجوي في الرحم بعد زوال المنطقة الشفيفة وذلك في اليوم السادس با تبدأ بملامسة مخاطية الرحم من جهة الكتلة الخلوية الداخلية وذلك في اليوم السابع جيم تنقسم خلايا الأرومة المغذية مضغية طبقات خلوية تختفي أغشيتها الهيولية من جهة بطانة الرحم وتلج الكيسة الأرومية داخل بطانة الرحم من خلال إفرازها لهيالرونيداز الذي يفكك البروتينات السكرية في بطانة الرحم وذلك في اليوم الثامن دال تنمو امتدادات الأرومة المغذية بشكل زغابات أرومية حول الشعيرات الدموية في بطانة الرحم فتتفكك جدران الشعيرات وينتقل دم الأم إلى الفضوات التي فتحتها الأرومة المغذية وذلك في اليوم التاسع نهاية مراحل الانغراس هل تعلم؟ قد يحدث الانغراس في القناة الناقلة للبيض أحيانا ولا ينتج عنه مضغة قادرة على الحياة ويمكن أن يشكل تهديداً لحياة الأم ويسمى الحمل المهاجر أي خارج الرحم ثالثاً التعشيش في اليوم العاشر تصبح الكيسة الأرومية محاطة بكاملها بالمختلط الخلوي وتقرأ تبدلات عليها أهمها تشكل الجوف الإمينوسي الذي يحتوي على السائل الإمينوسي الذي يدعم القرص الجنيني ويحميه من الصدمات ومن التبدلات أيضاً تشكل الكيس المحي الذي يعد مصدر الغذاء الأساسي للتنامي الأولي للقرص الجنيني ويصبح مركزاً لإمتاج خلايا الدم وخاصة الخلايا المناعية خلال الأسابيع الأول من الحمل رابعاً تشكل الوريقات الجنينية بخلول اليوم الثاني عشر تقريباً تتشكل طبقة ثالثة بين طبقتين القرص الجنيني الخارجية والداخلية لتتشكل وريقات ثلاث مستقلة الوريق الخارجية تشكل الجهاز العصبي الوريق الوسطى تشكل الجهاز الهيكلي والعضلي والتناسلي الوريق الداخلية السبيل الهضمي ويتحول بعد ذلك القرص الجنيني إلى مضغة بدءاً من الإسبوع الثالث وانتهاءاً بالإسبوع الثامن من الحمل خامساً تشكل الأغشية الملحقة للمضغة وذلك في الإسبوع الثالث أولها الغشاء الإيمينوسي أو السلوي الذي ينشأ من هجرة بعض خلايا الكتلة الخلوية الداخلية حول الجوف الإيمينوسي ثانيها غشاء الكيس المحي الذي ينشأ من هجرة بعض خلايا الكتلة الخلوية الداخلية حول الكيس المحي وثالثها غشاء الكوريون أو المشيماء ينشأ من نمو خلايا الأرومة المغذية ويحيط بالجوف الكوريوني سادسا تشكل المشيمة تنمو الزغابات الكوريونية وتحيط بالمضغاب أكملها ولكنها تبدأ بالانغراس بشكل أكبر في منطقة محددة من بطانة الرحم وتستمر بالنمو والتفرع حتى تتشكل المشيمة يبتعد الجنين عن المشيمة ويبقى متصنا بها بواسطة الحبل السري الذي يزود الجنين بالمواد التي تبقي على قيد الحياة ويخلصه من الفضلات ألاحظ نمو الجوف الإيمينوسي وتطوره وضمور الكيس المحي ما تفسيرك لذلك؟ الإجابة يحتوي الجوف الإيمينوسي على السائل الإيمينوسي الذي يدعم القرص الجنيني ويحميه من الصدمات ويحمي الجنين من الصدمات في المراحل اللاحقة أما الكيس المحي فيصبح مركزا لإنتاج خلايا الدم وخاصة الخلايا المناعية خلال الأسابيع الأول من الحمل ثم تتراجع أهميته سؤال ما أهمية تشكل المشيمة؟ الدورة المشيمائية كيف يتدفق الدم من الجنين إلى المشيمة؟ ومع دور الزغابات الكوريونية للمشيمة يتدفق الدم من الجنين إلى الأم عبر شفع من الشرايين ويعود عبر وريد وحيد لماذا يكون لون الدم في الوريد أحمر قانئ؟ أجب عن الأسئلة الآتية واحد لماذا تقوم المشيمة بدور جهاز تنفس وجهاز هضم وجهاز إطراح لدى الجنين؟ الإجابة تقوم المشيمة بدور جهاز تنفس وجهاز هضم وجهاز إطراح بالنسبة للجنين تتمي خلالها المبادلات التنفسية بين دم الأم ودم الجنين ونقل المواد المغذية إلى الجنين وطرح فضلاته النتروجينية السؤال الثاني ما أهمية السطح الواسع للزغابات الكوريونية التابعة للمشيمة؟ الإجابة لتسهيل المبادلات بين دم الأم ودم الجنين السؤال الثالث تحصل المضغة الجنينية على المناعة من الكيس المحي خلال الأسابيع الأولى فما مصدر المناعة لاحقا؟ الإجابة من الأضباد الموجودة في دم الأم أضيف إلى معلوماتي أولاً ترجي المبادلات بين دم الأم ودم الجنين في المشيمة وفق مبدأ الانتشار والنقل الفعال ثانياً يكون الهيموغلوبين الجنيني الخاص بالجنين ذا انجذاب أكبر الأكسجين من هيموغلوبين الأم مما يمكنه من نزع الأكسجين من هيموغلوبين الأم كما لا يتم الاختلاط بين دم الأم ودم الجنين لأن طبقات الزغابات الكوريونية تفصلهما عن بعضهما دور المشيمة كغدى صماء تعلمت سابقاً أن المشيمة تنتج هرمونات الإستروجينات والبروجسترونات منذ نهاية الشهر الثالث من الحمل فما أهميتها في استمرار الحمل؟ تنتج المشيمة هرمونات أخرى ألف HCG أي الهرمون البشري المشيمائي المنبه للغدد التناسلية تنتجه خلايا الأرومة المغذية خلال الانغراس ثم تنتجه المشيماء بعد ذلك يقوم بعمل مشابه لهرمون LH إذ يحافظ على الجسم الأصفر ويدعم إفرازه لهرموني البروجسترون والإستراجيول حتى نهاية الشهر الثالث من الحمل يظهر هذا الهرمون في دم الأم بعد الانغراس مباشرة وتشير اختبارات الحمل المنزلية إلى وجوده في البول لدينا مخطط بياني يمثل تركيز الهرمونات الجنسية وهرمون HCG وذلك وفقاً لمدة الحمل بالأسابيع فنلاحظ أن هرمون البروجسترون والإستراجيول ترتفع بشكل تدريجي منذ بداية الحمل وحتى الولادة أما هرمون HCG يبدأ بالارتفاع عند حصول الإباضة ليصل إلى أعلى مستوياته عند الأسبوع 12 من الحمل ثم يبدأ بالانخفاض حتى الأسبوع 24 من الحمل ثم تثبت نسبته حتى الولادة أجب عن الأسئلة الآتية واحد ما الدليل على أن هذه المرأة حامل؟ الإجابة استمرار ارتفاع تركيز الهرمونات الجنسية الأنثوية في الدم وكذلك إفراز HCG السؤال الثاني ماذا يحدث للجسم الأصفر إذا توقف إنتاج الـ HCG في الأسبوع الثامن؟ وما تأثير ذلك في الحمل؟ الإجابة يدمر الجسم الأصفر فيتوقف إنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية ويحدث الإجهاض السؤال الثالث متى يبدأ تراجع تركيز الهرمونات الجنسية الأنثوية؟ الإجابة بعد الأسبوع 12 أي بعد الشهر الثالث من الحمل بسبب تشكل المشيمة التي تقوم بإفراز الهرمونات الجنسية الأنثوية السؤال الرابع ما تأثير الهرمونات الجنسية الأنثوية؟ الإجابة ليس له تأثير من الهرمونات التي تفرزها المشيمة أيضا الرلاكسين وهو هرمون بيبتيدي تفرزه المشيمة والجسم الأصفر يزيد من مرونة الارتفاق العاني مما يسمح بتمدد الحوض وتوسيع نقر رحم في أثناء الولادة تنتهي المرحلة السابقة في نهاية الشهر الثالث في الشهر الثالث تتشكل معظم الأعضاء الأساسية للجنين ويتميز جنس الجنين في هذا الشهر أما المرحلة الثانية من مراحل الحمل فينمو الجنين بسرعة وتشعر الأم بحركة جنينها في الشهر الرابع بسبب تشكل الجهاز العصبي وفي نهاية الشهر السادس يمكن أن يولد الطفل ويمتلك فرصة كبيرة في البقاء أما المرحلة الثالثة من مراحل الحمل فتصبح غالبية الأجهزة جاهزة لأداء وظائفها ويزداد وزن الجنين وطوله إذ يبلغ وزنه بين 3 إلى 4 كيلوغرام وسطيا وطوله 50 سنتم تقريبا في نهاية الشهر التاسع تصبح المهام الملقات على عاتق الأم أكبر بسبب نمو الجنين في المرحلتين الثانية والثالثة وتحدث تغيرات في أجهزة الأم تؤدي إلى زيادة في معدل التنفس والسعى الحياتية للرئتين وذلك لمواجهة متطلبات الجنين التنفسية التي تزداد بنموه وزيادة حجمه ويحدث أيضا الزيادة في حجم دم الأم نتيجة تدفق الدم إلى المشيمة ولأن الجنين ينقص ضغط O2 ويزيد ضغط CO2 في الدم مما يحفز إنتاج هيرمون الإيروتروبوتين فيزداد حجم الدم لدى الأم لدينا مخطط بياني يبين تأثير الحمل على حجم الدم لدى الأم فنلاحظ ارتفاع حجم الدم بالأسبوع 20 من الحمل ليصل إلى أعلى ارتفاع له قبل الولادة أجب عن السؤالين الآتيين أليف في أي أسبوع تبدأ زيادة حجم دم الأم؟ الإجابة في الأسبوع 20 تقريبا با ما حجم دم الأم في نهاية الحمل تقريبا؟ الإجابة 6 لتر تقريبا أو يزداد حجم الدم بمقدار أكثر من لتر ويزداد أيضا متطلبات الأم من المواد المغذية لماذا تكون شهية النساء الحوامل للطعام عالية؟ الإجابة بسبب ازدياد المتطلبات الغذائية الضرورية لنمو الجنين ويزداد أيضا معدل الترشيح الكوبابي في الكيلية بنسبة 50% لذلك تحتاج النساء الحوامل إلى التبول بشكل مستمر ويزداد أيضا حجم الغدد الثديية وبدء النشاط الإفرازي فيها نهاية الدرس التقويم النهائي السؤال الأول أرتب مراحل التشكل الجنيني الآتية لتصبح صحيحة المراحل بشكل غير مرتب التويتة المضغة القرص الجنيني البيضة الملقحة الكيسة الأرومية الإجابة مراحل التشكل الجنيني بترتيبا صحيح 1- البيضة الملقحة 2- التويتة 3- الكيسة الأرومية 4- القرص الجنيني 5- المضغة السؤال الثاني ماذا ينتج من؟ ألف هجرت بعض خلايا الكتلة الخلوية الداخلية حول الجوف الإيمينوسي الإجابة الإجابة تشكل الغشاء الإيمينوسي أو غشاء السلة 5- ماذا ينتج من؟ نمو خلايا الأرومة المغذية الإجابة تشكل غشاء الكوريون أو المشيماء 5- جيم ماذا ينتج من؟ توقف إنتاج HCG في الشهر السابع من الحمل الإجابة لا يؤثر على الحمل لأن المشيمة تقوم بإفراز الهرمونات الجنسية الأنثوية التي تؤمن استمرار الحمل السؤال الثالث أعطي تفسيرا علميا لكل مما يأتي ألف لا تكون التويتة أكبر حجما من البيضة الملقحة الإجابة لأنه لا يرافق الانقسامات الخيطية للبيضة الملقحة أي زيادة في الحجم با لا يؤثر خروج كمية من دم الأم مع المشيمة في أثناء الولادة الإجابة لأن حجم دم الأم يزداد خلال الحمل نتيجة تدفق الدم إلى المشيمة جين لا يتم الاختلاط بين دم الأم والجنين الإجابة لأن طبقات الزغابات الكوريونية تفصلهما عن بعضهما دال تحتاج النساء الحوامل إلى التبول بشكل مستمر الإجابة لأنه يزداد معدل الترشيح الكوبابي في الكليا بنسبة 50% ها تحتوي خلايا الكيسة الأرومية على أنظيم لهيالورونيداز الإجابة لأنه يفكك البروتينات السكرية في بطانة الرحم مما يسمح للكيسة الأرومية بالإنغراس والتعشيش نهاية التقويم النهائي نهاية الدرس الثالث عشر من البحثة التعليمية الثانية نهاية الدرس الثالثة